يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشات التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضل المصرية أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر الصباح الخير عليك يا مصطفى صباح الخير عليك يا بسانت وصباح الفولة لحضركم وكلكم وهرجان العالمين في الحقيقة عمل حالة بهجة كبيرة جدا لكل الزوار اللي بيستمتعوا فيه بأجاس الصيف في هذه المدينة الجديدة في مدينة العالمين الجديدة اللي حولت القبح إلى جمال اللي تحول منها 21 مليون لغم إلى حياة مليئة بالبهجة والفرحة والزوار من كل الجنسيات من كم يوم كان فيه حفلة مهمة جدا للفنان تامر حسني وشفنا فيها إزاي قفز في الهواء قفزة كبيرة جدا نقلتها كل المواقع بتاعة السوشيال ميديا انبارح أيضا كان فيه الفنان أحمد سعد الصوت الزهبي الصوت الجميل الصوت الشرقي العظيم ما كسر الدنيا في حفلة كان الجمهور فيها جمهور كبير جدا 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 النهاردة بقى في حفلة لاتنين من أهاب مطربين العالم العربي على الإطلاق المطرب اللبناني راغب علامة والمطربة اللبنانية لانسي عقر في الحقيقة يعني الحفلات دي بتبقى دايما جميلة قوي وبتلقى إقبال جماهيري كبير قوي يا مصطفى وزي ما انت قلت احنا شايفين يمكن اختلاف شوية في مهرجان العالمين والحفلات اللي بتحصل فيها والفعاليات المختلفة سواء كترياضية أو فنية أو غنائية ومن حاجات الغنائية اللطيفة قوي اللي شفناها هي فعلا انه شفنا تاب الحصني بيتصير يعني احنا دايما نعد نتفرج على الحفلات برة ونعد نقول الله لو عندنا كونسة زي دي في مصر فعلا العالمين قدروا تحقق ده على أرض مصر وقدرنا نشوف مرة تانية وقدرنا نشوف عندنا على أرضنا حفلة بمواصفات عالمية مهم قوي اننا نستعيد مرة تانية حالة الرواج اللي بتعملها المهرجانات خاصة ان مهرجان العالمين الجديدة 20-23 بيعتبر هو الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط الكل بيتابع فعاليات والكل مستنى يشوف ايه اللي بيحصل سواء زي ما قلت لحضراتكم الفعاليات الفنية أو الثقافية أو حتى الرياضية الترفيهية واللي بيشارك فيها أهم النجوم وبالمناسبة امبارح كمان كان فيه بطولة البادل واللي بتقام على مدار ثلاث أيام البادل دي بطولة دولية تابعة للاتحاد الدولي وفيها جواز مادية كبيرة جدا وليها تصنيف ومراكز عالمية للعبين عايزة أقول لك يا مصطفى أن البادل في مصر لقيت رواب كبير قوي في الفترة الأخيرة ناقينا بنسمع ناس كتير قوي يلا أنه نلعب بادل لكن هي لعبة فعلا ليها شعبية كبيرة وليها كمان أبطالها اللي بيلعبوها بشكل يعني بروفاشنال صحيح صحيح خلينا أقولك أن المهرجان أو مهرجان العالمين مش بس بيستعيد يعني الثقافة المعروفة بالسياحة المهرجانات في مصر يعني لو بنتكلم بالنسبة للدولة المصرية فهذا المهرجان توفر عملة صعبة يعني هو إحنا كان عندنا الشتاء المشاتي عندنا كتير عندنا أسوان عندنا شرم الشيخ عندنا الغرداء عندنا كل شواطئ بحر الأحمر وسيناء ولكن الصيف كان بالنسبة لنا السحل الشمالي وده كان بيبقى بنسبة كبيرة جدا للمصريين النهاردة السحل الشمالي بقى يستقطب كل جنسيات العالم السحل الشمالي اللي بيستقطب كل جنسيات العالم ودنت العالمين قدرت برضو إن هي تشغل شباب كتير جدا في هذا المهرجان بتوفر فرص عمل كتير جدا لألاف من الشباب اللي اشتغلوا في حاجات كتير جدا 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 لو رحنا للمدينة حنستكشف كده كمية فرص العمل اللي مكادش موجودة وبقت موجودة كمان أيضا هذا المهرجان بيروج أيضا لمدينة العالمين نفسها هذه المدينة باعتبرها اللي حيكون مستقبل السياحة في مصر ومنطقة خلالها يعني برضو ما ننساش إن هذه المدينة فتتحها خمسة من أكبر قدرة المنطقة كان سات الرئيس وكان مع ملك البحرين وكان مع ملك الأردن مش فاكر كمان كان فيه اتنين كمان كان ولي العهد السعودي يعني القصد كان ولي عهد أبوظبي ساعتها ما كانش لسه رئيس الإمارات فالقصد إن ساعتها المدينة ولدت عالمية بمواصفات عالمية وبينتظرها مستقبل مبهر مش بس لأن هي مدينة ذكية فيها مبنية على أحدث الطرز المعمارية ولكن هي أيضا مدينة ولدت لتبقى ولتكون سيدة مدن البحر المتوسط باعتبرها أكبر أبراج موجودة في البحر المتوسط حيث زي ما أنت قلت العالمين أو السحل الشمالي بشكل عام كان الأول يمكن تروحه وكل واحد قفل عليه القرية بتاعته وخلاص وقعت فيها أو لو أنت عايز تروح من مكان ل مكان تجيب حاجة بتسوق مسافات كبيرة جدا نحن النهاردة شايفين مدينة متكملة متوفر فيها كل حاجة تقريبا وقدر تشوفها من أول الأبراج لغاية العمار وحتى الكمباونز موجودة وكمان مرسيخوت قادرين نشوف التنوع كبير قوي في المدينة ففعلا مدينة متكملة والمدينة السحلية دايما بيبقى ليها طبع خاص يعني ما بتبقاش زي الستي أو المدينة زي قاهرة مثلا السحلية بيبقى ليها طبع بتاعها الخاص اللي بيضغوا عليها زي ما بيقول زي ما الناس بتقولك جيريس لايفستايل أو الحياة اللي هي زي ما بنشوف برك نقول الله لو عندنا حاجة كده فعلا أنا السنة دي بالذات كمان لما ابتديت أروح لغاية بقى قدام شوية واشوف العالمين واشوف السيدة عبد الرحمن واشوف التطور الكبير اللي حصل في الطرق والحاجات دي كلها قادرين نقول إنه لأ دي مدينة متكملة تقدر تعيش فيها الاثناشر شهر في السنة التنوع ده في الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية كمان مهم جدا جدا هيخلي مدينة العالمين هي حديث العالم كله طول فترة المهرجان ويمكن كمان طول السنة وده لأنه بيعتبر من أفضل الوسائل والأدوات التروجية للسياحة المصرية والاستثمارات في قطاعات الصيحية في بلاد كتير قوي بتعتمد على المهرجانات دي أو أي إن كان بقى مهرجان إيه يعني في بعض البلاد ماستعتمد على مهرجان للتسوق للغنى للثقافة أي إن كان بتعتمد على هذه الفعاليات وبيجي السياح كتير جدا عشان هذه المهرجانات على كل حال العالم عالمين أو مهرجان العالم عالمين في مدينة العالمين الجديدة مستمر لغاية آخر أجازة الصيف فإحنا كمان مستمرين في تغطية اللي بيحصل هناك مستمرين في متابعة اللي بيحصل هناك إحنا مهتمين جدا بكل حاجة بتحصل في هذا المهرجان وكل الفعاليات بقى زي ما اتكلمنا فنية ثقافية رياضية أي إن كان وهنوري حضراتكم معنا أول بأول لايف إيه اللي بيحصل هناك إحنا بنصبح لحضراتكم من جديد في يوم الجمعة 28 من الشهر آخر شهر 7 خلاص جمعة وبركة أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر